السلام عليكم النادي الافريقي ينزم اليوم امام الاتحاد المونستيري في ملعب مصطفى بن جنات هدف لسف يعني البونيوس ثلاثة نقاط اللي كان من المفروض بش يستغلهم في البلايوف صرفهم على بكري فوبا اخرى النادي الافريقي يلقى روحه متذيل الترتيب نبدأوا الحلقة بتصريح مدرب الفريق منتصر لحيشي في مزايكة فان لحيشي في تصريح زمين احمد خربوج حادث على تطورات المقابلة انتعليون لكن خاصة وركزه في التصريح كان فما تغيير خاطئ قام به النادي الافريقي يعني منتصر لحيشي طلب تغيير معين لكن تعرف مليح انه تمشي الورقة الكاتريامار بيتر فما لخب تصارت بطريقة وانه التغيير اللي صار مش هو اللي حب عليه منتصر لحيشي اسمع مليح تصريح انا راتي سورتو اكتر شوية من نص ساعة خاطر في اخر البرمير ميتان انا رياجي معنا جانا دوز اوپورتونيتي كونا نجمو نرجع في السكور بعد دوزين ميتان كونا خير معنا اشهدين اللعبة وعادي الاتفيرسير قاعد يستنى فينا ونأيو ديز اوكازيون اللي نرمال ما منضيعوهم اشنو في الماتش كما هدو مارا وميجيوش عجرة اوكازيونات لابروف هم ما مجيتهمش فرص تشوف الماتش لابروف هم نحن 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 نحكيلك في الماتش كما هكا ميجيوش برشا يجيوك ثلاثة اربعة اوكازيونات يجموك تمركي وش تربح الماتش كما يتربح هم على البروف اك شفت ماجيتهم حتى كورا براتيكمو زي ميتان ما فام حد شي غلط عطي عملناها احنا استغلوها بالنسبة لها نحن عطينا الماتش بعد دوزي ميتان كما قلت انت هم نعيو دي تانفور ثلاثة اوكازيونات ميز مكتحات منهم واحدة ذاكا قانو الكورا كما تمركيش تخسر سورتو بعد الروج تنزيت برش القدية عمالة دي شواء وفنسيف حتينا دوز اتاكن في البونت هم نعيو دي اوكورتونيتي بوا ما كنش كال ما كنش لوسيد في الاخر معناه بالعربي تخمرنا ندفريت بلو كال مقدام الكاش في الجيست في الشواء في السنتر ايو ديشي متاع بكو دو بريسيبي تشان مالوروز ما خلصنا كاش ما تشالي التخمير تحكي عليها تخمرت انت شوي زادة في الفشانجمو ما سارسي منصر من دي تاييو تعدينيها مش مشكلة ومن تصلو حيشي تستبله في جماهير النادي الافريقي تقول ترواز زوكازيون نيت جايونا في الدوزين ميتان يخيبلك تفرجنا ولي اسمعنا المقابلة في الراديو ليه رانا تفرجنا فيها في التلفزة خلاف التزديدة متاع زوهير الذوادي ولي هي راهي تزديدة عادية على الاخر بشير بن سعيد كل عاد عمل الفلومة متاعه وبراد بلغة اخرى زينها لكسيون ما هي كرة عادية في الوسط قرديا اخر يشدها تاك ويعمل الرولانس متاعه يعني بخلاف التزديدة متاع زوهير الذوادي مثميش حتى كسيون نيت جيت للكلوب افريكا بدو نكملوا مع التصريح التفصيل اللي هو طبيعي جدا نفهم ومنتصر لحيش انو ما حابش يكبرها لحكاية ما هو تغشنش بارش على البنك معني هالناس اللي كانت بخير اهو بالضبط خليني يفصل للناس بشتفهم في النحظة اللي تخل فيها حمدي العبيدي وشياب العبيدي كان مطلوب انو يخرج زوهير الذوادي وقدم التاوس هذا التغيير دي طلبه منتصر لحيش هم يهزوا الكاتريام يهزوا الورقة لفين وامر وكل شيء بشي بدل هكا وليه دعوك منتصر لحيش يحب يهبد حمدي العبيدي وشياب العبيدي في بلاس زوهير ذوادي وآدم التاوس ياخي خرجوا له زوهير ذوادي وخليل القصاب اللي يكتب الورقة بشعتيها الكاتريام غلطه؟ اي غلط في الرقم دعا منتصر لحيشي متغشش حبي خرج آدم التاوس خرجوا له خليل القصاب والله اللعظيم كثير الهم يضحك توه من نصله خليل القصاب والله من ينفذلك الأولاد والله خليل القصاب مات Kashكلين bandejo بيش يلعب برمير مي تان والله العظيم مات Kashك تولي لا يلعب وقطين لي سمعت اسمه في دي زي mendان باشي Möglichkeit Lobatti heavier وريشي kelsey الله لو كانت SEE انجتب أن تحضير خرج آدم التاوس خرجو له أحمد خليل خرجو له وسيم يحيا في إزمانه خرجو لهizi العزوني نسمعك اما حب يخرج ادم الطاوس خرجوله خليل القصاب هو وينه من نصله خليل القصاب من عمناول ريحته ما ثماش انتي اصلا عليش تهبط فيه في المقابلة متاع اليوم عالم كورة القدمة بصيفة عامة وقت اللي تهبط ملاعبي تهبطه باش يقدم لك الاضافة اليوم حمدي العبيدي هبطته المقابلة الاخيرة سجلك هدف هبطته المقابلة متاع اليوم كيف كيف تعب دفاع الاتحاد المناسيري وكان متسبب في النقص العددي ليه بما انه كان وراء الورقة الحامرة يعني يقدم الاضافة يعني تنجمت عمل عليه علي العمر افضل مقابلة قدمها كانت ضد الاتحاد المناسيري في مباراة الذهاب وقتها كانت مقابلة دفاعية بحت يعني علي العمري قدم الاضافة من الجانب الدفاعي بخلاف المقابلة هذيك جميع المقابلات وبدون استثناء المردود متاعه كان اقل من متوسط قل لي رحوا ثمم لعبية وقت اللي يهبطوا من الول يقدموا الاضافة وثمم لعبية يسميوهم في كرة القدم يعني يلزموا يهبط الشوط الثاني ولا النص ساعة الاخرانية بش يقدم لك الاضافة علي العمري اهبطت من الول النافع ربي علي العمري اهبطت النص ساعة الاخرانية كيف كيف النافع ربي لذا ما نحبش نقول علي العمري مستواه اقل من متوسط ولا مستواه ما يليقش بفريق في قيمة وحجم النادي الافريقي اما خليونا نقوله علي العمري ما تقلمش مع النادي الافريقي لذا الموسم الحالي ويمشي على روح اليوم باي المهاجم السينيقالي اول دقايق ليه مع النادي الافريقي قلت الملاعبي هذا ما ننجمش نحكم عليه في مقابلة ولا زوز اما يذنوبي كان ينجح مع النادي الافريقي اليوم زيت اتأكد انه صعيب برشا اليوم باي كان بش ينجح مع الكلوب افريقات قل لي المقابلة الثانية ليه اللعب بعض لطقايق ومزيل معطاهش فرصته الملاعبي راهو من الباز تفهمو الملاعبي من الكنترول الملاعبي من الصنتراج الملاعبي من الديفياسيون متاعو متير متاعو تفهمو ملاعبي ولاي تفهم الملاعبي هذا مزيل صغير ويدزبنا نصبر عليه ويش يتأقلم ويش يترشق اليوم باي احسن حاجة نجم يعملها انه يعمل كنترول ويفكوله الكورة راني منيش نقلل من قيمة وحجم اللاعب اما الله غالب هذه هي الحقيقة اتحاد المنسيري اليوم انتصر وفي نفس الوقت ما اصرقش الانتصار متاعو بما انه يلعب ضد فريق ما كانش موجود على ارضية الملعب اضغط في الشوت الاول وسيطر على وسط الميدان بما انه قوة الاتحاد تتمثل في وسط الميدان به قدر ربي وغلط نادل غندري وسجلوا هدف ما ويزمنا نرجعو في المقابلة يلزم نسجلوا هدف التعادل يلزم علش لين سجلوا هدف التعادل وهدف الانتصار الاتحاد المنسيري 20 دقيقة يلعب ناقص عدد دي اما باش بشترجع وبشكون بشترجع بشترجع بحمز العقربي بشترجع بخازي عبد الرزاق لدوزاريير لاتيرو مفاتوش نص الملعب كلنا نعرفو في الفوتبول مديرن قوة الفريق تتمثل في لزاريير لاتيرو تشوف انتي على سبيل المثال الياس الشتي لاعب الترجل يذي تونسي ضد وفاق ستيفي ربيط الأبطال الافريقية الشي اللي صار عملها تورود طالع هابط طالع هابط طالع هابط انتي وقت اللي عندك غازي عبد الرزاق وعندك كيف كيف العقربي اللي مينجموش يفوتوا سنتر وحتى لو كان فاتوه مينجموش يعملوا سنتراج صحيح بهم بشترجع في المقابلة اليوم راهوا في البلايوف المقابلات كلها صعيبة ما تنجمش ترقع ما تقولش المقابلة اليوم انهزمت المقابلة اللي بعدها بش تكون سهلة وتعونا انتصر فيها المقابلات مع بنجردين في رادس ما تماش غيار غير الانتصار المقابلة اللي بعدها ضد الترجع الرياضي ضد النجم الرياضي الساحلي ضد النادي الرياضي السفيقسي يعني بلغة اخرى ذراعك يعلي في البلايوف ما تماش رحمة في البلايوف النقطة بحسابها ختام من نجم كان نقول حظ موافق للنادي الافريقي في بقية مشواره في البلايوف تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام